العصارات الهاضمة تلعب الإنزمات الهاضمة دوراً أساسياً في عملية هضم الطعام داخل جسم الإنسان حيث تقوم بتحفيز التفاعلات الكيميائية اللازمة لعمليات الهضم المختلفة لكن السؤال الآن هل يتم إفراز جميع هذه الإنزمات من مكان واحد ولأداء وظيفة واحدة أم أن هناك تنظيماً لهذه العملية؟ هيا نتعرف سوياً على الإجابة في الحقيقة إن هذه الإنزمات لا توجد في مكان واحد بل يتم إفرازها في أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي لنقترب أكثر من الجهاز الهضمي كي نتعرف على مكان إفراز هذه الإنزمات ووظيفة كل منها أولاً إنزم البيبسين وهو إنزم المعدة الرئيسي والذي يتم إفرازه في الخلايا الرئيسية استجابة لهرمون الجاسترن والذي يتم إفرازه بواسطة الغدد الهاضمة بجدار المنطقة البوابية للمعدة وتم تفعيله بواسطة حمض الهيدروكلوريك الناتج من الخلايا الجدارية بالمعدة تكمن وظيفة إنزيم البيبسين في تحويل البروتين إلى كتل صغيرة تسمى بالأحماض الأمينية وشافايا البيبتيد كي يتم هضم البروتين في المعدة ثانياً إنزمات البينكرياس والتي لها دور أساسي في هضم الدهون والبروتينات حيث تفرز الغدد عصارة هضمية تحتوي على إنزيمات تحطم الطعام إلى جزيئات بسيطة يمكن امتصاصها بسهولة ومن هذه الإنزيمات إنزيم الأميريز الذي يساعد في هضم الكربوهايدرات وإنزيم التريبسين والكيموتريبسين الذين يساعدان في هضم البروتينات وإنزيم الليبيز المختص بهضم الدهون فأقوم البينكرياس بإفراز الإنزيمات تحت تأثير هرمون يفرز من قبل خلايا الاثنى عشر عند مرور الطعام إليه ثالثاً العصارة الصفراوية والتي يتم إفرازها عن طريق الكبد وتخزينها وزيادة تركيزها في الحويصلة الصفراوية المتصلة بالكبد وتتمثل وظيفة العصارة الصفراء في المساعدة في هضم الدسم في الطعام حيث تعمل على تفكيك الدهون الكبيرة إلى قطيرات بسيطة كما تقوم بالمساعدة في امتصاص الفيتامينات المنحلة بالدسم وهي فيتامينات A وK وE وD هذا بالإضافة إلى دورها الرئيسي في طرح السموم من الجسم وبهذا نجد أن جميع هذه الإنزيمات تشترك معاً لإكمال عملية هضم الطعام داخل جسم الإنسان كي يسهل امتصاصه والاستفادة من مكوناته